تصعيد لا يمكن التنبؤ به هكذا أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو على موقف الكريملين المعادي لشحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا المسؤول الروسي عبر عن موقف بلاده من تدخل حلف جمال الأطلسي في الصراع في مؤتمر عبر الهاتف مع مسؤولين بالجيش الولايات المتحدة وحلفاؤها يحاولون إطالة أمد الصراع لأكبر فترة ممكنة وفي الواقع مثل هذه الخطوات تجر دول الناتو إلى الصراع ويمكن أن تؤدي إلى مستوى تصاعد لا يمكن التنبؤ به من جانبها أرسلت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تقدر بأكثر من 20 مليار دولار منذ بداية الحرب في أوكرانيا ومن المقرر أن تزود كييف بصواريخ ذات مدى طويل في إطار حزمة أسلحة جديدة أعلن عنها الأسبوع الماضي